اشتركوا في القناة امير دولة الكويت العلاقات الاخوية التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور مستمر على كافة الاصعدة مشيدا جللته بجهود صاحب السمو امير دولة الكويت في تطوير العلاقات البحرينية الكويتية وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وخدمة القضايا العربية والاسلامية كما جرى استعراض مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما حققته من انجازات على كافة الصعود اضافة الى بحث التطورات والاحداث المستجدة الاقليمية والعربية واعرب جلالة الملك المفدى وسمو امير دولة الكويت عن تمنياتهما في ان تسفر القمة الخليجية الامريكية والقمة العربية الاسلامية الامريكية عن نتائج طيبة لتعزيز علاقات الشراكة المتميزة بين الدول الخليجية والعربية والاسلامية والولايات المتحدة الامريكية من اجل ارساء السلام والاستقرار في المنطقة بما يحقق الخير والمنفعة لشعوبها حضر اللقاء اعضاء الوفدين المرافقين